ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم عزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي الفضائية وأعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الامام علي عليه السلام وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام فأهلا ومرحبا بكم عزائي الضيوف وأعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب العظيم وإن شاء الله تكونون من خدام الامام ومن الساعين إلى تعظيم الشعائر بإذن الله تعالى لقد بليت الإمامة بالمدعين للخلافة كما بليت النبوة بمن ادعى النبوة النبوة أيضا بليت بناس قد ادعوا أنهم أنبياء كمسيلم الكذاب وأما الإمامة أيضا بليت بمن ادعى أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله واستمرت هذه البلاءات على أهل البيت سلام الله عليهم حتى ظهرت أيضا طائفة أخرى طائفة تحب وطائفة أخرى تبغض لأهل البيت عليهم السلام الذين أبغضوا كمعاوية لعنة الله عليه كان هذا من أشد أعداء الإمام علي عليه السلام كان بحيث إذا يأمر الأمراء اللي كانوا تحت سلطته بأن ينسبوا الفضائل التي كانت للإمام علي عليه السلام إلى غيره يعني إلى من لا يستحقه من لا يستحق هذه الفضائل فكان ينسب الفضائل إلى غيره وكان يقتل أو يسجن كل من يروي حديثا فيه فضيلة للإمام علي عليه السلام فهذا الصنف الأول كان ممن يبغض الإمام علي عليه السلام والصنف الثاني طغوا في حبهم لآل البيت زورا يعني مو حب كان حقيقي كان حب زور ادعاء لتشويه الإمامة لتشويه صورة أهل البيت عليهم السلام فادعوا أن أهل البيت عليهم السلام هم الأرباب من دون الله سبحانه وتعالى فكانت هاي الطائفة تدعي أن الإمام علي عليه السلام هو الرب وأيضا الإمام الصادق هو الرب والإمام الباقر عليه السلام هو الرب أيضا فالإمام علي عليه السلام قال هلك فينا اثنان مبغض قال اللي هو مثل معاوية لعنة الله عليه ومن لف لفهم ومحب قال يعني هذا المحب اللي يدعي أن الإمام إله والإمام نفسه يقول أنا لست إلها أنا مخلوق مثل باقي المخلوقين الإمام كان يقولهم أنتم ليش تنسبون إلي إلي هذا القول اللي أنا نفسي أن فيه أجيء أقولكم أن هذا القول ما يليق به يعني أنا لست من أهل هذا القول بل لماذا يقولون هذا الكلام؟ أحسنت هاي الإدعاءات والإفتراءات هي كلها بسبب أنه يردون يشوهون سمعة الإمامة وصورة الإمامة في أعين الناس حتى تنفر الناس من القاعدة الشيعية والقاعدة الإمامية وتلتج إلى أعدائهم تكون تحت حزبهم يعني يردون يزعزعون عقيدة الشيعة بأهل البيت عليهم السلام وهكذا شيخ نعود ليش أهل البيت موالها؟ أحسنت سأل أخوكم يقول لماذا يعني لا يكون أهل البيت هم الآلهة؟ يعني ليش أنه الإمام ما نقدر نقول أنه الإمام هو الإله نفسه فشنو الدليل على مانعية أن يكون الإمام إله؟ فمنه اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخ نحن بل تفضل أحسنت أجاب أخوكم محمد يقول أنه أهل البيت عليهم السلام هم نفسهم أنكروا هذه الدعوات وكذبوا من قال بها فإحنا بما أنه نقول أنه أهل البيت هم الصلاة الحق فقولهم حق وهم أعلم منا بأنفسهم فإحنا بعد ليش ننسب إلهم اللي هم نفسهم ينكرونه؟ ونضيف على ذلك بأدلة عقلية ونقلية أما الأدلة العقلية فإن الإمام عليه السلام مركب من أجزاء من يد ورجل وعين وأذن وهكذا أما الله سبحانه وتعالى فغير مركب يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والإمام مثله بدن كباقي الأبدان يعني بدن الإمام إنسان كبقية البشر فإن الإمام مركب من أجزاء وأما الله سبحانه وتعالى فغير مركب وأما الدليل الثاني أن الإمام موجود في مكان ويحيط به الزمان فالله سبحانه وتعالى خالق الزمان وخالق المكان فلا يكون موجود في مكان ولا موجود في زمان دون زمان أو مكان دون مكان لأن الله سبحانه وتعالى إذا وجد في زمان خلي منه الزمان الآخر وإذا وجد في مكان خلي منه المكان الآخر والله تعالى عن ذلك الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء فلا يوجد زمان يكون الله سبحانه وتعالى فيه الآن وغدا ليس بموجود أما الإمام اليوم هنا موجود يمك باشر مو يمك القبلها يمك اللي بعتها مو يمك وهكذا فالإمام مقيد بالزمان والمكان وأما الدليل العقل الثالث أن الله سبحانه وتعالى علة العلل والإمام يعني الله سبحانه وتعالى خالق العلل خالق كل الموجودات والإمام سلام الله عليه الإمام عليه السلام قد استشهد الإمام قد استشهد وذهب إلى الرفيق الأعلى فكيف يحكم العقل بأن علة العلل تترك العلل وتذهب لا يمكن ذلك العقل يحكم أن العلل التي أوجدت هذه المعلولات تكون معها بملازمة العقل أن العلل لا تفارق المعلول وهكذا فالإمام قد استشهد وهذا يدل على أن الإمام ليس بإله لأنه ذهب إلى الرفيق الأعلى وبقت المعلولات شيخ بريد فضل الإمام عليه من استشهد الجسد مات بس الروح موجودة أحسنت يسأل أخوكم يقول أنه الإمام صحيح أنه جسده قد مات ودفن لكن الروح الإمام موجودة نعم نقول نعم لكن بهذا يثبت أن الإمام مركب من روح وجسد وأن الله سبحانه وتعالى ثبت بالدليل العقل والنقي أنه ليس بمركب فإذن أن الإمام مركب وهذا يدحض دعوى من ادعى أنه إله لأن الله سبحانه وتعالى خال من التركيب ومن كل جسم أحسن وأيضا أن الإمام محتاج والله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج ومما يدل على أن الإمام محتاج ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله عدة من أصحابه قال له لأن أحد الأشخاص يدعي أنكم ترزقون وأنكم تخلقون فقال عليه السلام إن فلانا يدعي أنكم تقدرون أرزاق العباد فقال والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري الإمام سلام الله عليه يقول أنا احتاجت إلى طعام في الغد فإشلون أكون أنا اللي رازق وأنا المحتاج فبهذا الإمام نفى دعوة من ادعى أن الإمام هو الرازق وأما الأدلة العقلية التي وردت في ذنب من ادعى الإلهية للأئمة عليهم السلام فكثيرة وأما الأدلة النقلية فكثيرة نذكر بعضا منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن صالح ابن سهل قال كنت أقول في أبي عبد الله عليه السلام بربوبية فدخلت فلما نظر إلي قال يا صالح إنا والله عبيد مخلوقون لنا رب نعبده وإن لم نعبده عذبنا يعني الإمام يقول أنا مكلف كباقي العباد بالصلاة والصيام والزكاة وهذه التكاليف التي الله سبحانه وتعالى أمر بها العباد هي تشملني فأنا أيضا مكلف فإذا لم أعبد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعبدني فالإمام هنا بيّن أن الربوبية ليست صفة تمي لعالم الإنسان أبدا وإنما هي لله سبحانه وتعالى وحده فإن شاء الله يكون الجواب واضح إن شاء الله تكونوا مستفاديتهم ويانا بهذا اليوم نعم أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى خفام حلقتنا لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان